فتيات في ربيع حياتهن الجامعية كسرنا قيود العتمة والموروث الاجتماعي وحملنا بأفكارهن المدنية هموم المرأة العراقية تملكنا الجرأة في طرح تطلعات المرأة من خلال جلسات التثقيف والحوار الميداني بغية تثقيف المرأة وتمكينها من ممارسة الأدوار القيادية في المجتمع تمكين الشابات وتطويرهم في المجتمع وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية لغرض النجاح والوصول إلى أهداف معينة التي تمكنهم من استمرار في الحياة أفكارهن المتحضرة يبدو أنها وجدت من يزغي لها فالكثير من الفتيات في جامعة القادسية انخرطنا في فريق الشابات الجامعيات من أجل رفع المستوى الثقافي والمعرفي والنهوض بواقع المرأة في الحياة الاجتماعية كما تحدثنا للحرة الفكرة حلوة سعدنا الأنضماء من هذه المنظمة لأنها اهتمت بأمورنا كشباب وكشابات بالذات عجبتنا الفكرة أنه يصير أنه اليوم كيان داخل الجامع نمي لفكر اللي عندي ستطيني آراء هواية ستخليني أنني أعرف شيء عند المستقبل اللي جاي نحن نحتاج لهي شيء مبادرات لهي شيء مساعدات لكتب وافتتاح كل واحد يحس أنه نحن عايشين مجتمع نوعا ما تقل قيمة المرأة به لأقل سبب أنه مرأة منهن من دفعت من مالها الخاص من أجل الحصول على هذه المطبوعات ليقمن معرض الكتاب هذا ورغم بساطته فأنه يهدف لتشجيع القراءة وحث الشباب والفتيات على المطالع والثقافة بالتعاون مع كلية الآداب ومنظمة شؤون المرأة والطفل وهو برنامج مدعوم من صندوق دعم الديمقراطية طوعوا مجموعة منهم والشابات بأنه قاموا بجمع هذه الكتب وقسم منه تبرعت بعض المكتبات كبرنامج وكفكرة أنه اقتنعوا بها فتبرعوا بها وأنشئوا هذا المعرض إقامة هذه المعارض وجرأة هذه الفتيات يقول أكاديميون أنها تؤسس لمناصفة المجتمع والتخفيف من حدة الخطاب الذكوري وإعطاء المرأة مكان مميز تناصف الرجل في حين تؤكد الجامعة أنها تدعم الفكر المدني المتحرر من أجل بناء المجتمع ثقافيا الهدف الأساسي لكل المثقفين لا سيما الجامعة هو أن نبني مجتمع مدني بس نحن ما لدينا نقول حكومة مدنية ندخل بالقضايا السياسية بس على الأقل مجتمع مدني الذي يقبل الآخر يقبل الثقافات المتنوعة ومبادرة جدا ممتازة أن تنطلق من شابات من مدينة ديوانية أن المبادرة لتحويل أو لمناصفة هذا المجتمع لا يمكن أن تكون من الرجل ولا يمكن أن تكون بالكوتة لا بد أن تكون المبادرة من المرأة والمرأة حاملة لفكر في العراق قديما وحديثا حملنا هموم المرأة في هذا العمر المبكر ليشهرنا سلاح الفكر والثقافة بوجه التقاليد والنظرة الاجتماعية القاسرة من أجل بناء قيم مدنية متحضرة تحرر المرأة من قسوة الأعراف من داخل جامعة القادسية ميثم الشباني الحرة